هل ما يتعلق بالأزمة اليونانية جميعه على صواب أم أن هناك ما يمكن تفسير بأنه معتقدات خاطئة ربما تصر إلى حدود المثس أو حتى أنها أسطورة ليس لها مكان منصة دعونا نمر على أبرز ثمان ربما نقاط ومعتقدات خاطئة أشيعت خلال فترة الحديث عن الأزمة اليونانية بأن خروج اليونان من منطقة اليورو لا مفر منه يعني عاجلا أو آجلا ستخرج قانون الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد النقدي لا ينص حتى الآن على طرد أي بلد فقط لأنها تخلفت عن سداد الديون أو على شق من هذه الديون أو لطرف واحد منه أيضا من بين هذه الأساطير التي نتحدث عنها بأن اليونان واحدة هي المسؤولة عن الأزمة وهذا غير حقيقي هذه أسطورة أو منتقد خاصة لأنه المسؤول فعلا عن وضع اليونان اليوم هو الترويكا أو الثلاثي الذي مهد لها وحاول أن يعدها بأنه سيقوم بالتنسيق وجدولة ديونها وهيكلتها من البداية ثواء كان على قطاع مصرفي أو حتى على حجم إنفاق كدولة ماذا عن العملة النقدية؟ وقيل بأنه اليونان ربما خروجها من المنطقة سيذهب بها إلى العودة إلى الدراخمة وهذا سيكون شيء كارثي بالعكس تماما قيل بأنه العودة إلى الدراخمة ستكون قوتها الشرائية أقل طبعا من اليور بحسب سعر الصرف هذا سيمهد بأنه الواردات بالنسبة لي اليونان طبعا ستكون ثقيلة عليها لكن الصادرات ربما ستتحسن وخاصة فيما يتعلق ببعض من السلح التي تصدرها اليونان والعملة الرخيصة عادة تكتسب قدرة تنافسية في الخارج ماذا بشأن أيضا أسطورة أخرى أو معتقد آخر بشأن الأزمة اليونانية يريد أن خروج اليونان سيؤثر بقوة على المنطقة الأوروبية بالنسبة لحجم اليونان وحجم دينها وحجم ثقلها ووزنها في المجموعة يبدو أنه هذا الكلام غير صحيح وأنه الدولة الضعيفة عندما تخرجه بما بالعكس ستتسبب في قوة القاعدة المتبقية من الدول الأوروبية السياحة الآن في اليونان مستحيلة هذا غير صحيح كونه التحديد من قبل السحوبات اليومية من الأيتيام أو الصراف الأيلي هي فقط لليونانيين وأنما الأجانب مسموح لهم التصرف بأموالهم بقدر الإمكان وسيكون هذا أيضا رافد للاقتصاد اليوناني خروج اليونان سيؤثر بقوة على المنطقة الأوروبية ذكرنا هذا الموضوع ويبدو أنه من بعد هذه الأساطير بأنه الاستفتاء هو الطريق الأكثر ديمقراطي هذا غير صحيح لأنه الاستفتاء حتى يأخذ وقته يجب أن يتم الإعلان عنه على الأقل قبل أسبوعين هذا غير تصرف ديمقراطي وضعهم ستري برس يبدو في منطقة أو في زاوية فقط أعطاهم تقريبا مهلة بين ثمان إلى تسع أيام ليدرسوا الوضع لذلك فاجأهم بالطرح المقدم حتى لم يدرسوا الأوراق ولم يعلموا جيدا ما هو التالي على اليونان اليونان يمكن أن تتقدم من دون إصلاحات هل هذا صحيح أم لا اليونان لديها فساد داخلي فساد مالي كبقية الدول الأخرى وخاصة أن وضع اليونان من البداية كانت غير مؤهلة للدخول في المنطقة الأوروبية والوضع في اليونان يمكن أن يزداد سوءا أيضا هذا خاطئ ويبدو أن الطريق إلى الانتعاش مرة أخرى قد يكون طويلا من أجل رسم سياسات اقتصادية قادمة تخرج باليونان من أزمتها الحالية